السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات اللي ما اشتركوا في القناة فضلا يشتركوا يفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات وكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجيدة إن شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة وتفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة هدفي من القناة أشحنكم كل الطاقات الإيجابية أخلصكم من أي الطاقات سلبية داخلة هنكمل السلسلة اللي بدأنا وهي سلسلة التفكير المستمر في الأشخاص أول حاجة لازم نعرفها ونتأكد كويس جدا منها إن أساس التفكير المستمر في الأشخاص ده جاي من التعارف يعني إيه جاي من التعارف ربنا خلقنا في الكون عشان نتعارف علشان نكون علاقات اجتماعية وخلقنا علشان نعمر الأرض ربنا قال في كتابه واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف يبقى أساس التفكير المعرفة بنتعرف على أشخاص محيطين بنا هذا التعارف هو اللي بينشئ الخطوط الطاقية أو الخطوط الأسيرية الموجودة بين الأشخاص هذه الخطوط اللي بتنشئ من خلال التعارف لازم تكونوا تعرفوا بعض عشان ينشئ ما بينكم حبل طاقي أو حبل أسيري أو مصار ضوئي طاقي ينقل الطاقة يقوم بنقل الطاقات منك وإلى الشخص الآخر على التوالي في أساس التفكير المستمر الأشخاص أنت شفت شخص قابلت شخص عرفك وعرفته بدأت تستحسن صفاته أول حاجة هنا مرحلة الاستحسان بدأت فيه صفات منه تعجبك بعد كده بدأت تعجب به فلما بدأت تعجب به أو هو بدأ يعجب به وبقيت تعرفه بعض فيه خط طاقي يتنشئ ما بينكم الخط الطاقي ده بيتنقل أو بتتنقل من خلاله هذه المشاعر أي طاقة أو أي مشاعر الشخص الآخر حس بها تجاهك بينقلها لك من خلال هذا الحبل الطاقي طيب أنا بيجي لأسئلة كتير جدا منكم نعمل إيه نعمل إيه لما نحس بهذا التفكير المستمر بهذا التعلق التعلق بالأشخاص التعلق المفرط في التفكير في الأشخاص وعايزين نعرف شعورهم تجاهنا عايزين نتصرف تصرف ما يرهقناش ما يتعبناش لأن إحنا من خلال التفكير بقينا مش عارفين نمرس حياتنا الطبيعية يعني يومنا كله عبارة عن التفكير في هذا الشخص نعمل إيه زي ما قلت لكم أهم شيء أول ما تحس أن أنت بدأت تعجب بشخص وتحب شخص وتتعلق بشخص وحاسس أنه هو بيفكر فيك برده وبيبادلك نفس المشاعر أول حاجة لازم تعملها اشغل وقتك اشغل وقتك سواء أنت اللي بتفكر أو هو اللي بيفكر وهيبقى الاحتمال الأكبر أنه أنتو الاتنين بتفكروا في بعض بنفس الطريقة فحل الموضوع لو أنتو مش قادرين تواجهوا بعض مش قادرين تعترفوا لبعض الحل اللي هو اشغل وقتك سواء تشغل وقتك بالرياضة تمارس رياضة تقرأ تشوف مشروع تعمله تشوف أهداف حدد أهداف وحققها ويتعب اشغل وقتك واجغل يومك واجغل طقتك واستنفذ طقتك في حاجات تلهيك عن هذا التفكير في العبادة في قراءة القرآن في الرياضة حاجات مفيدة تنمي فيك طاقات وصفات إيجابية تعزل ثقتك بنفسك أنت كل بقدة الأعمال والواجبات اللي عليك سواء الصلوات أو ورد القرآن أو المذاكرة هتحس أن تقطق انتظمت لوحدة هتحس أن أنت راضي عن نفسك هتحس بشعور التقدير تقديرك لذاتي عالة جدا 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 هتحس براحة واطمئنات إنما طول ما أنت بتفكر في الشخص متعلق بالشخص وهامل مذاكرتك وهامل صلاتك وهامل حياتك كلام بالنسبة الرجل والماء هنا هتحس بنظام الطاقي بتاعك هتحس أن هو كله متلغبط هتحس أن حياتك متلغبطة هتحس أن الطاقات مهضرة في التفكير لا أنا عايزاكم تنظموا طاقتكم تشغلوا بوقتكم بحاجات مفيدة بمجرد ما بتعملوا كده هتحس أن طاقتكم انتظمت على طول والتفكير قال لتلقائي تلقائي وعايزا نبهكم لحاجة كمان المكان اللي أنتو آآ بتتواجدوا فيه البيت اللي أنتو قاعدين فيه لازم لازم في هذه الفترة يكون منظم جدا جدا لأن المجال المادي اللي حواليك لو مش منظم هيزود الموضوع عندك لازم كل حاجة تحسسك بالراحة وبالاسترخاء سواء البيت اللي أنت ما تواجد فيه لازم يكون نظيف ومترتب مية على مية صلاتك تنتظم فيها وذكرتك تنتظم فيها هتلاقي الحاجات دي لما تنتظم فيها تقطك تلقائيا هتنتظم هتلاقي نفسك نسبة التعلق لو كانت مية في المية هتلاقيها قلت بالتدريج وصلت لعشرة في المية وقتها تلاشة يبقى الطاقة بتتنظم ازاي؟ بتتنظم من تنظيم البيئة اللي حواليك من تنظيم تقطك من تنظيم يومك روحك هتلاقيها بدأت ترتاح التفكير ده هتلاقيه بدأ يقل أنت هنا عايز كل الكون يداوي كل الكون في هذه الفترة يطبط كل المجرات اللي حواليك لازم تكون متنظمة بضقة شديدة الكلام اللي بقوله ده مهم جدا 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 لأن انت في هذه الفترة بتبقى واقع تحت تأثير طاقي قوي جدا جدا من الأشخاص اللي بفكروا فيك الطاقات اللي جاهلك ديت قادرة أن هي تقلب كيانك قادرة أن هي تخلص على طاقتك قادرة أن هي تخليك يعني في عالم تاني غير على العالم اللي أنت كنت عايش فيه فأنت هنا محتاج تنظيم كبير جدا 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 واللي هينظم طاقتك زي ما قلت البيئة اللي حواليك تانزيم تانزيم شكرا جدا 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 جدا